أول مرة يطرح مثل هذا النقاش ليش؟ من تأسيس الدستور لم تستخدم سلاح ملف الجنسية للابتزاز السياسي نعم وهذا اللي كان يحذر منه المؤسسين ولذلك خلي بس أدخل في هذا الاتجاه أبو حمد كان هناك حوار بالمؤسسين أثناء تأسيس الدستور في 62 بين حمود الزيد الخالد والشيخ سعد العبدالله حمود الزيد الخالد يقول نريد ضمانة بالدستور حتى لا يأتي اليوم اللي يأخذون فيه الكويتي ويقطونا بر حدود يصير بدون من غير محاكمة يرد عليه الشيخ سعد رحمة الله عليهم جميعا يقول لن تتخذ الحكومة إجراء مثل هذا الإجراء يرد عليه حمود الزيد الخالد ويقول نريد أن يطمئن المواطن أنها لن تتخذ إجراء مثل هذا الإجراء ويرد عليه الشيخ سعد رحمة الله عليهم يقول لن تتخذ الحكومة هذا الإجراء ولكن بعد خمسين سنة صار الإجراء وهذا القانون هذا القانون تقدمنا فيه قبل سبع سنوات تحديدا في شهر أربعة 2017 بعد سبع سنوات الشعب الكويتي والمجتمع يحتاج مثل هذا القانون أصبح ضرورة أصبح ضرورة اليوم الناس نحميها بالقوانين صحيح نحميها بالقوانين أخوي بوحمد أسهل شيء في الحياة البرلمانية أنك تستجوب أسهل شيء في الحياة البرلمانية والحمد لله الشعب الكويتي كلها جربنا وشاف مواقفنا بالاستجوابات ولكن عندما نقول هذا المقترح هو باكورة التعاون مع حكومة الشيخ محمد صباح السالم في أول جلسة بالبرلمان بعد القسم ستقدم بذات المشروع وبذات القانون أقصد فلذلك أبني تعاوني مع حكومة محمد صباح السالم القادمة أو أي حكومة قادمة على هذا القانون لأن الاستجواب سهل وبسيط وممكن حصل أغلبية وأنا كثير من الاستجوابات كنت أنا أمسك ورقة طرح الثقة والله الحمد والمنة ما عمرنا جاملنا أحد على حساب الوطن ولكن اليوم المحك هو القوانين اللي تحمل الناس يروح وزير ويجي بعده وزير تروح حكومة ويرجع بعد حكومة ولكن اللي يحمل الناس هو القانون إذا ردت عليه